شيرين وحسام حبيب صعب عليهم تخلص سنة عشرين تلاتة وعشرين وما ينضموش لسلسلة الطلاقات اللي تمت في هذه السنة من مشاهير ونجوم زي احمد فاهمي وهنا الزاهد ويوسف الشريف وانجي علاء و احمد سعد وعليا ابا سيوني وغيرهم كتير جدا كانت سنة عشرين تلاتة وعشرين وربنا يحفظ الجميع سنة انتهاء للعلاقة الزوجية بينهم اخرهم كان شيرين وحسام حبيب مش متعود معكم ان انا اطلع اتكلم عن الامور الشخصية مين اتجاوز ومين اتطلق ولكن لما يبقى في عبرة او هدف من الكلام بطلع اقوله ودردش مع حضرتكم شيرين وحسام حبيب قول زي ما انت عاوز للصبح كعلاقة كلنا شفناها ما بين المشاكل والفضايح وطلع ورجوع وصهور في برامج هو يشتم وهي تشتم وبعدين الحب انتصر ولازم نرجع لبعض ورجعوا لبعض تاني وقصة اعتقد كلكم قتلت بحسا وكانت حديث الرأي العام اكتر من مرة على مدار مشاكلهم اللي تقريبا يعني الشعب المصري كله عاش مشاكلهم جوه البيت ساعت بقى امها واخوها وكلامهم على احسام والتفاصيل دي كلها وبعد كده قالت الحب هو اللي انتصر والنهاية لسه بيجري في دمها وبتحبه وهو كمان تلاقل نفس الكلام ورجعوا لبعض وكانوا عبعض في موسم الرياضة السعودية لما كانوا مسافرين وفي الحفلات اللي هناك وهو بيس فجأة من يومين نسمع ان شيرين وحسام حبيب انفصلوا تاني تاني ايه بقى تالت رسميا بس المرة دي في هدوء وسلام من غير الفضائح. وقالت شيرين ان هي بقى اه اه يعني اكدت الخبر عشان ما يبقاش الموضوع مجرد اشاع زي كل مرة وان هي هتركز الفترة الجاية بقى في نفسها وفي ألبوماتها وان الموضوع هيمشي بشكل كويس وحسام هيبقى اه يختفي من حياتها تماما. اخو شيرين تلع قال انا ربنا بين لها الحق. وقال على حسام اه حبيب اه ننوس عين امه خلاص بقى ابن ماما اه خلاص راح. وانا مش عاوز غير ان هي تبقى سعيدة بس لان طبعا انت عارفة كان في قضايا ما بينها وبين اخوها. فبالتالي الموضوع المرة دي اكد ان اللي تبنى على غلط واستمر على غلط في علاقات تقسك حتى لو بين المشاهير حتما ولابد هتبقى النهاية هي الانفصال. وده اللي حصل ما بين كل اللي احنا شفناهم واخرهم شيرين وحسام حبيبي. العلاقات الشخصية والعلاقات الخاصة ما حدش يقدر يزايد عليها ولا يتكلم. ولكن اللي انا عاوز اقوله ان لما تدي فرصة مرة واتنين تاني لما تدي فرصة مرة واتنين لزوج آآ علاقتك بيه كانت واضحة من الاول ان هو مال منك وخدت منك كتير اكتر من الدعم وان هو بيسابورت لك في حياتك وبيساعدك مش مستهلك وتتقعد وتعيش كل المدة دي. الوقت تأكد ان شيرين كانت اخطأت في اختياراتها وان العلاقة دي كانت مسيرها لعدم الاستمرار. وقد كان في الاخر. ربنا يا رب يصلح احوالي الجميع. ولكن آآ يعني حتى لو تلاحظوا المرة دي. الانفصال لما تم ما تمش بقى بنفس البروباجندا والضجة والرأي العام كله. الموضوع بقاله كم يوم اهو. وانا بعمل لكم الفيديو ده. ما حدش اتكلم كتير على موضوع انفصال حسام آآ حبيب وشرين زي ما حصل قبل كده. كما لو كانت الناس مهلت وزهقت من القصة دي ما بين الخناءات والمشاكل والحب والجواز والطلاقة والحشيش والمخدرات والمستشفى والاحداث المسيرة جدا اللي حصلت ولكن في الاول والاخر آآ ده قدر المشاهير ان هما بيقوا مادة اعلامية للرأي العام. آآ اختاروا كويس بصوا للناس على قد ظروفهم علشان ما تاخدكش الانتباعات السريعة وانت بتحكم على حد نجم وطن عربي زي آآ شيرين. وديك شايف حياتها ما بين جوازة اولى وطلاق وخلفة بنتين وبعدين جوازة من حسام وانفصال وجواز وانفصال وترجع وتروح كل واحد عنده اللي مكفي حتى لو كان من المشاهير. ربنا يسطرها على الجميع الفين تلاتة وعشرين واضح ما كانش احسن حاجة على الوسط الفني في فكرة مين اتطلق ومين لسه يفضل متجوز.